جرعة جديدة ضختها المقاومة والجيش الوطني لإنعاش مدينة تعز جاءت الأخبار مطمئنة وتزف ما يشبه البشرى السارة سيل من المواقع حصدتها المقاومة والجيش موقعا بعد آخر فمن التلال التي كانت تسيطر عليها الميليشيا المطلة على المدينة ومعبر الدحي إلى نادي الصقر وبيرباشا والجامعة حتى المطار القديم ومقر اللواء 35 الذي بات في قبضة المقاومة أرهقت تعز الميليشيا في سجل لا بأس به من الانتصارات كما حدث في منطقة الأقروض التي تخلصت هي الأخرى من الميليشيا وأعلنها الجيش اليوم منطقة محررة بالكامل 11 شهرا سقط من حياة أبناء هذه المدينة التي ظلت وحيدة تقاتل عن وطن جريح ومع ذلك تحرز تقدما واضحا وما يعقد الأمر على هذه المحافظة أنها تريد أن تعجب الجميع والجميع يظل يتفرج لها بمنظار من بعيد وبحسرة بما فيهم الشرعية ومع ذلك كله أيضا تعز تسير نحو النصر ولا شيء يحجب الرؤية فيها في لحظة تشق أصوات الرصاص طريقها فتسمع في الأرجاء المقاومة عازمة على تخلص المدينة من الميليشيا نهائيا تخوض المقاومة معركة شرسة وبالغة التعقيد مع جماعة نشرت القناصة في محيط المساكن واتخذت من المباني والمساكن دروعا بشرية وتحصينات في الأساس نشرت الرعب في أنحاء المدينة وهو ما ضعف من صعوبة حياة المواطنين من المدنيين وعرضهم في هذه المناطق للإضطهاد والقتل والتشريد والنزوح كل هذا دفع بالمقاومة إلى أن تحمل على عاتقها فكرة النصر ويتقدم أفرادها الصفوف شهداء وجرح على درب التحرير فخاضت معاركها على مختلف الجبهات وفي مختلف الظروف من الصيف الساخن إلى الشتاء وما تزال تسطر معركتها تحت المطر لكأن السماء تدخلت في هذه اللحظة من الزمن حتى بات الانتصار على حافة المدينة يجري تسطيره والمستحيل بات ممكنا وفي متناول المقاومة لا دلالة أن تأتي هذه الانتصارات في لحظة يتحدث الجميع عن مفاوضات وحلول سياسية قريبة سوى دلالات الانتصار وتخليص محافظة أخرى من الميليشيا لكن تبدو تعز غير آبهة لكل ما يدور في الأروقة السياسية فكما استمرت في حصارها جريحة ووحيدة تعتصرها آلة الحرب تشعر اليوم بما هو أكبر من الحزن العابر إلى ما بعد الغضب المحتمل لتصير الحقيقة الوحيدة الآن أن تعز عصية فالكلمة الأعلى فيها للجيش الوطني والمقاومة الخالصة ترجمة نانسي قنقر